التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيب ممثله شركة يونانية رائدة في قطعي الطاقة والصناعة وذلك لبحث الفرص المتاحة للاستثمار في مصر وخلال الاجتماع تم تأكيد على أن الشركة اليونانية تدرس ضخ استثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة في مجالات بناء محطات الطاقة الشمسية وبطاريات التخزين والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول والغاز الطبيعي والبنية الأساسية والحلول الهندسية المستدامة في ضوء الخبرة الواسعة التي تتوافر لدى الشركة في هذه المجالات